السلام عليكم شوني شباب إن شاء الله يراب تكونوا بخير وياكم كرار من قناة مستر جوكر على اليوتيوب ورجعت لكم بفيديو جديد من سلسلة شروحات التليجرام أصدقائي بهذا الفيديو رح نشرح لكم شون نقدر نطلق حملة إعلانية ممولة داخل قنوات التليجرام فبكل بساطة أصدقائي ما أطول عليكم أكثر بهذا الفيديو بالمقدمة ممولتي رح نروح على الرابط اللي رح تلقونه موجود يعني بأسفل الفيديو بالوصف وقناتنا على التليجرام أو تقدر تكتبه بالبحث مال الانترنت اللي عندك اللي هي ats.telegram.org اللي هي مال الإعلانات بمجالة اقتفضت على هذا الرابط رح يفتح عندك بهذا الشكل طبعا هنا خلطي تسجيل خروج على مودة أرجع بياكم من البداية فرح تنفتح عندك الواجهة بهذا الشكل طبعا على login to start الإعلان تمام هنا نضيف رقم الموبايل الخاص بك لكن هنا يقل لك ضيفة وية رقم الدولة الخاصة بك مثل ما ما نضحك أدامكم فإحنا شنسو نضيف زائد وين الزائد هايتم إضافة الزائد أصدقائي وضيف رمز الدولة الخاص بك يعني بما أنه أنا من العراق ضيف تسعة ستة أربعة ونضيف بداية الرقم تمام بعد ما نضيف الرقم أصدقائي تضغط على هنا تضغط على يقل لك هنا دزينة رسالة للحساب الخاص بك ما التأكيد نروح للحساب أصدقائي ونشوف الرسالة مثل ما موضح قدامكم هاي الرسالة جتنا نضغط على الـ confirm اللي هي التأكيد وهنا نيقل لك تم الـ accepted يعني تم موافقة أو تم قبول الحساب تمام أصدقائي نرجع للإعلان هنا تم إضافة الحساب وتم تسجيل الدخول بي يعني قدرنا نسوي الخطوة الأولى طيب شنو هي الخطوة الثانية هنا أصدقائي راح نفتح عندك الواجهة بهذا الشكل هنا بالأسفل تضيف الميزانية مالتك إذا تريد بس تضيف الفلوس داخل الإعلان بدون ما تضيف إعلان يعني بس تضيف الميزانية الفلوس اللي عندك داخل الموقع تمام أو إذا تريد تسوي إعلان مباشرة تضغط على الـ great new ad اللي هي الاختيار باللون الأزرق تمام هنا راح تنفتح عندك بهذا الشكل مثل ما موضح قدامكم على الشاشة هنا أصدقائي هاي التفاصيل اللي موجودة هاي كله آني ضفتها سابقا يعني ردت سوي إعلان فيضفت هاي التفاصيل كتجربة تمام نفسحها ونرجع وياكم من البداية هنا هنا الـ ad title اللي هو الضيف عنوان الفيديو أو عنوان الإعلان مالتك تمام أصدقائي عنوان العنال مثلا نكتب قناة اللي تكون مثلا مستر جوكر تمام اللي هي قناتنا على سبيل المثال تقدر تضيف بياها الـ smileات الشعارات والتفاصيل هاي تمام فهنا هنا العنوان مثل ما قلت لكم الـ ad text اللي هو النص أصدقائي بتقدر تضيف النص اللي انت تريده تمام نقدر نقول مثلا دعم قناة جوكر وهيش تفاصيل وبالإضافة تقدر يقل لك هنا بالأسفل مطيق ملاحظة يقل لك you can add custom emoji using على مود يقل لك ضيف هذه الايموجيات تقدر تستخدم هذا البوت لكن اتا اذا كان الكيبورد اللي تستخدمه بيدعم الايموجيات تقدر ضيفه مننا بكل بساطة بدون ما تروح لهذا البوت هذه ملاحظة همين فد معلومة يأطيكم اياها تمام احنا هنا يقل لنا عدنا URL you want to promote يعني القناة اللي تريد تسوي اعلان لها احنا هنا هسا على سبيل المثال رح ضيفوان رابط القناة multi t.me طبعا الرابط يكون بهذا الشكل تمام ورا ما تكتب الرابط اصدقائي اه show channel pictures هنا يعني رح تطلع الصورة مع القناة بعد ما كتبنا الرابط اصدقائي رح يتطلع لك الصورة المصغرة مع القناة هنا موجودة عندك بالشاشة تمام هنا هذا المربع يقل لك show channel pictures هذا المربع اصدقائي لما تضغط عليه عندك cpm intone اللي هو السعر التكلفة لكل الف ظهور رح يزيد بنسبة 30 بالمية السبب لانه عندك الصورة مع القناة رح تطلع اذا تريدها بدون صورة تقدر تخفي هنا cpm intone شنو معناها هاي اصدقائي هنا cpm يعني التكلفة لكل الف ظهور اشقد تريد تخلي ميزانية التكلفة لتريدها تمام احنا لنكن نفرض مثلا واحد ولو ما اعتقد يرفضها ايه التكلفة لكل الف ظهور تقدر تخلي هنا تحدد يعني اختاريت انا مثلا كل الف ظهور يصرف واحد تون او كل الف ظهور يصرف خمسة تون بكل بساطة اتمنى انا اتحدد الهدف لكل الف ظهور اشقد تريدها يصرف طبعا للعلم كل ما اكيد صرف اكثر كل ما عدد الاعلان ماتك رح يطلع بشكل اوسع وينتشر بشكل اكثر للمستخدمين اللي مستهدفهم تمام هاي التكلفة لكل الف ظهور اهنا اصدقائي الميزانية ما الاعلان مالتك اكو بهم يقعد لك انا رد استخدم مثلا اشرين اكتبهم يقعد لك انا استخدم خمسين تون اكتبهم يقعد لك انا استخدم ميت تون على موقع� سو إعلانية مالتي فهاي هنا انا اصدقائي اه حسب الميزانية الاعلانية تريد اذا تطلق بها الاعلان مالتك وهنا انا اعتقد لازم اقل كمية هي طوان هاي سابقا يعنى قبل ما يصر الانقطاعي انا بالقناة كان اقل كمية ممكن تستخدمها هي عشرين تون. ما عارف هسا حاليا بالتحديث الجديد اذا يقبلون اقل من عشرين او لا. فاذا عدتكم معلوم بهذا الشيء تذكرون هذا الشيء بالتعليقات. لكن اللي ادري بي انا راح يكون الميزانية اقل شيء عشرين تون. وسعودا. زين. اهنا الديلي اللي هي اصدقائي اه التارجت اليومي. تمام? يعني شقدر تريد تصرف باليوم. مثل ما اموضح قدامكم بالترجمة. يقل لك الحد الاقصى للمبلغ الذي يمكن انفاقه يوميا. زين. اشقدر تريد تصرف يوميا. انا اريد اصرف يوميا يعني. وليكن على سبيل المثال. اه عشرة. عشرة تون. انا هنا عشرة تون يوميا. يعني تستهدف الفين شخص. اه الفين ظهور للاعلان مالتك. لانه هنا مستهدف خمس تالاف. الاعلان مالتك. اذا صار اه الفين ظهور تقلع الاعلان بالقناة اللي قلت مستهدفة. راح ياخذ من عندك هاي التكلفة. لكن اذا ما صار اه الف يعني الالف متى الف اعلان الف ظهور ما وصلت له. فما راح ياخذ هاي الخمسة. تمام? يعني هاي اليومية نقدر نقول هاي المكسيمم. اذا ما وصلت للهدف اللي عايفت هنا ما راح يقص منك عشرة. راح يقص منك خمسة. او راح يقص منك اقل من خمسة. تمام? او اكثر من خمسة بشوية. فمو شرط. زين. اللي بعدها اصدقائي الديلي فيو. هاي شنو هاي الاختيارات هاي الارقام. اهنانا كم مرة تريد يطلع الاعلان للمستخدم الشخص الواحد نفسه. يعني انا طبعت القناة شفت الاعلان مالتك. طلعت من القناة. اطوب للقناة مرة ثانية. من اطوب للقناة مرة ثانية تريد الاعلان يطلع لي. لو ما تريد الاعلان يطلع لي. كم مرة زين اذا ردت الاعلان يطلع لي. كم مرة تريده يطلع لي باليوم الواحد. تريده يطلع لي ثلاث مرات. تريده يطلع الاربع مرات تريده يطلع لمرة واحدة. تمام? يعني بالافضل اكثر الاشخاص يستخدمون يخلونا يطلع لهم مرتين. لانه في بعض الاحيان اشخاص يطبون بالقناة ويطلعون من القناة عن طريق الخطأ. لذلك هنا لاستخدام الاكثر شيوعا انه يستخدمونه مرتين. تمام? زين. هنا ما اصدقائي الحالة ما الاعلان ماتك. تريده مباشرة يتم نشرة. يعني يكون نشط او تريده اه يعني مجدول. مثل ما موضح قدامكم. تكتب التاريخ واليوم والتفاصيل كاملة. ويكون مجدول. زين. هنا اصدقائي شوكت تريده يبدي وشوكت تريده ينتهي. زين. شون انا سويت هاي الفقرة. ضبط على الست start data. عفو. اضيف هنا التاريخ والوقت اللي تريده يبدو بي. وهنا التاريخ واليوم والتفاصيل اللي تريده ينتهي بي. زين. شون نخلي اه الاد schedule هاي الموجودة هنا بالاسفل. زين. شنو هي هاي? اذا اختارينا هاي اصدقاء المربع. خلينا علي علامة صح. رح ينفتح عندنا المستطيل بهذا الشكل. زين. انا اريد استهدف يقول لك هنا بالاسف على يسار الجدول هذا اللي هي ايام الاسبوع. وهنا اللي هي الساعة مثل ما اموضحة قدامكم على الشاشة هاي الاوقات مثل ما اموضحة. تمام? زين. انا اريد استخدم او استهدف من الثنين اللي هي الساعة الخمسة. تمام? خمسة صباحا. لحد يوم الخميس او حد يوم الجمعة الساعة ستة. اريد بهذا الوقت يطلع. تمام? يعني الاوقات هاي من خمسة لحد الساعة بالاربع العصر. اريد هذا الاعلان ما تيطلع. يعني ما رح يطع لا بالثلاثة لا بالاربعة لا رح يطلع بثمانية بالليل. هاي الاوقات ما رح يطلع بها العلان. تقدر تحدد انت التفاصيل وتقدر الاوقات اللي اتت تريدها تفاصيلها منها اصدقاء مثل ما باعت لاحظون. والاضافة للأيام الموجودة هنا. تمام? فبهاي الطريقة تقدر اتت تحدد مثل ما بتلكم التفاصيل كامل وطبط على السايف السكتجول ورح يتم بتحديدها. هسا هنا اصدقائي عدك التارget اذا في حال تريد انت تستهدف فد قناة معينة فد بوت معين او فد مثلا علامة البحث بالسيرج تريد تخلي العلان مالتك. هنا تكتب اصدقائي رابط القناة اللي تريد تستهدفها ولتكن على سبيل المثال تي دوت مي رح نستهدف مثلا قناة دورو. تمام اصدقائي? تكتب هنا رابط القناة اللي تريد تستهدفها بكل بساطة عندما يطلع الاعلان مالتك. فبهاي الطريقة اصدقائي قدرت انه انت تستهدف فد قناة معينة. تقدر تضيف اصدقائي اكثر اكثر من قناة واكثر من رابط. تمام? هنا مثل ما قد تلاحظون انضفت انا هذا القناة اقدر اضيف اه فد تفاصيل او رابط لقناة ثانية تقدر اضيف اكثر من قناة. يعني في حال اذا شنت انت محتوى قناتك اه مثلا العاب تقدر تستهدف هنا القنوات مال للعاب. وهنا تقدر تستهدف البوتات وهنا تقدر تستهدف علامات البحث. تمام اصدقائي? زين اهنا التفاصيل بالاسفل يقل لك اعلان ماتك ما رح يطلع لا الروسيا الاتحادية ولا الاوكرانيا ولا اسرائيل ولا فلسطين. اعلانك ما رح يطلع للمستخدمين ما لهذه الدول. يعني خافوا يقل لك انت جاي تستهدف هاي الدول فاعلانك ما رح يطلع ايامهم لذلك لا تتعب نفسك ولا تصرف فلوسك. وهنا اصدقائي بالاسفل يقل لك التارجت هنا انا يقل لك التفاصيل مالته او المعلومات ما للهدف مالتك والتفاصيل اللي ذكرته لا يمكن تعديلها بعد اطلاق الحملة مالتك. زين? يقل لها اي هافريد واغري اللي انا واني وافقت تمام. تضغط على الال. هنا اصدقائي يقل لك انه انه انت ما عندك مبلغ على مود تسوي الاعلان مالتك. تضغط على فبالتالي رح يحولك على الاختيار الاول اللي طلعي لكم وقتلكم مضيفون الميزانية مالتكم. هنا تمام نضغط على اه وهنا الميزانية اللي تريدها يعني نقلنا مية تمام. نضغط على اهنا رح يحولنا على المحفظة الخاصة بنا. على اما على التليجرام او رح يحولنا على محفظة واللي سبق وشو رحت لكم شون نقدر نسوي المحفظة مع التليجرام وشون نقدر نسوي المحفظة مع التون كيبر وكذلك اه تقدر تعبون بهن الرصيد بكل بساطة. تضغط على اه عن طريقة او عن طريق التون كيبر اصدقائي. والعناوين مالتكم تقدر اضيف بها التفاصيل بشكل عام. اه وتحول الاموال من الحساب الحساب اخر رح يتم اضافتها داخل الحملة الاعلانية مالتك. وتقدر تطلق الحملة الاعلانية بمجرد الموافقة شركة تليجرام على الاعلان مالتك. في حال اذا كان غير مخالف رح يتم موافقة عليه ورح يتم نشره بكل بساطة. طبعا هستاذ اشخاص يقولون احنا شون نوفر التون شون نحول الفلوس اللي عندنا من كاش الى تون على ما تقدر نسوي الاعلان. طبعا هني عندي اصدقائي حساب مخصص بهاي العمليات قدرون تراسلونا وانا رح احفردكم الكميات اللي تهردوها بعملة التون. فاحاولكم اياها من الدولار للتون او العكس وكل عمليات المالية اقدر اسوي لكم اياها بكل بساطة. يعني في حال اذا كانت عدكم ارباح اقدر اسحب لكم اياها. او اذا كان عدكم اموال تردون تحولوها للتون على مدى تسوي اعلانات. تقدرون تتواصلون ايايا وانا رح احاول لكم اياها بكل بساطة. فاصدقائي بهاي الطريقة اه يعني قدرنا نشرح لكم شون نقدر نسوي حملة اعلانية ممولة داخل قنواتنا على التليجرام ولحملة تكون اه لصالحنا. تمام اصدقائي? وطبعا مثل ما تعرفون انه كل الاعلانات السلبية رح يتم رفضها وكل الاعلانات المخالفة لشروط سياسة استخدام تليجرام رح يتم رفضها. يعني اذا كانت الاعلانات تمول لتجارة مخدرات او مثلا الاباحية او كذلك اصدقائي الامور السلبية اللي يتم رفضها من قبل تليجرام. تمام? هاي كلها رح يتم رفض الاعلان مالته وراح تروح عليك. فاصدقائي الى حد هنا رح تشرحنا هذا اليوم اعطى لانكم اكثر. دمتم بخير. في امان الله.